أثناء صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع أشدد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العاهل البحريني حمد بن عيسى الخليفة على ضرورة التكثيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي والعمل على دفع الأطراف إلى انتهاج العقلانية والحلول الدبلوماسية بدوره أكد العاهل البحريني على الحاجة لإرساء السلام في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات بحث مجلس الأمن الدولي الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ودعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أنروا وخلال الجلسة قال مندوب مصر بمجلس الأمن السفير أسامة عبدالخالق إن استمرار دور الأنروا مسؤولية يتحملها المجتمع الدولي كما طالب مندوب مصر بإكبار إسرائيل على وقف سلوكها العدواني تجاه موظفي الأنروا من جانبه أعلن المفوض العام للأنروا فيليب لازاريني أن الوكالة تعد قوة استقرار في منطقة الشرق الأوسط كما أنها العمود الفقري للإغاثة وتنسيق العمليات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة في غزة وأكد لازاريني أن هناك مجاعة وشيكة بالقطاع وأن الأنروا واجه حملة لإبعادها عن الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن إسرائيل تسعى إلى إنهاء أنشطة الوكالة وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف نازحين شرق رفح أصفر عن شهداء ومصابين كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخيام وواد العصافير في القطاع الشرقي من جانبه أعلنت دفاع المدني في غزة انتشال جثامين أحد عشر شهيدا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة هذا وقد أعلنت فصائل المقاومة قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة شرق دير البرح وسط قطاع غزة نشرت قناة إسرائيل 24 تقريرا سلطت فيه الضوء على مخطط جديد لوزارة الأمن القومي الإسرائيلية تسعى من خلاله إلى تغيير الوضع الراهن بالمسجد الأقصى بما يتيح أداء الصلوات التلمودية هناك وبحسب التقرير فإن المخطط سيتيح لليهود أن يؤدوا الصلوات بحرية في الحرم القدسي وإن إحدى المهام التي أشير إليها في خطة العمل توسيع أطر الاستجابة التكنولوجية للشرطة وتقوية أنظمتها في الحرم القدسي يكتمع مجلس الأمن الدولي غدا الجمعاء للتصويت على طلب السلطة الفلسطينية العضوية الكاملة لفلسطين في منظمة الأمم المتحدة ولموافقة المجلس على أي قرار يلزم تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق الفيتو النقد يعقد مجلس الحرب في إسرائيل اليوم اجتماعا لبحث الرد على الهجوم الإيراني الأخير الذي استهدف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك ضغوطا دولية على إسرائيل كي لا تتخذ خطوات تصعيدية تؤدي إلى انزلاق المنطقة لحرب واسعة من جانبه قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إنه يجب حل مجلس الحرب وتغيير سياسة الاحتواء والرد المحدود عقد اجتماع لزعماء دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل وقال مجلس قادة دول الاتحاد في بيان إن التكتل سيفرض المزيد من العقوبات على إيران على خلفية الهجوم الذي شنته في الآوينة الأخيرة على إسرائيل خاصة فيما يتعلق بإنكاج المسيرات والصواريخ وندد القادة الأوروبيون بالهجوم الإيراني وأكدوا مجددا التزامهم بأمن إسرائيل داعين في الوقت نفسه جميع الأطراف بما في ذلك لبنان إلا منع حدوث المزيد من التوترات قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن المجلس سيجري تصويتا طال انتظاره على تقديم الدعم لأوكرانيا وإسرائيل بعد غد السبت وأوضح رئيس النواب الأمريكي أن تقديم نص مشروعي مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا سيكون اليوم وكشفت لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي أن القيمة الإجمالية لمشروع قانون دعم إسرائيل يقدر بـ 26.38 مليار دولار منها تمويل يغطي تكلفة العمليات العسكرية الأمريكية ردا على الهجمات في الأوينة الأخيرة كما كشفت اللجنة أن تشريع آخر سيجرى بمجابه تقديم 60.48 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكريا ترجمة نانسي قنقر